والجميلة نرمين الفئي مفيش رجالة؟ يعني عمي والرجالة؟ شفت لأ بصراحة بوسي بقى خاني اتكلم بصراحة أكيد في رجالة وأكيد في رجالة كويسة وأكيد برضو أنا قابلت او اختيارات كانت غير صائبة وأكيد تقدملي ناس ممكن يكونوا كويسين جدا لكن مفيش كامية مفيش كامس ريبيني وبينه وممكن اللي أنا أحس هرتبط بيه يبقى اختيار مش مزبوط فبشوف ان دي بقى مسألة ايه قدرية زي ما أنا كده ماشية وسايبة وكالي على الله يمكن دايما يقولوني نرمين انتي كنت بنت بارب والدتك أنا كنت بنت بارب والدتي علشان هي كانت تستحق كل ده لان هي عاشت عشاني وربتني كويس كانت مايه في كل حتة والدك كان مفصلة والدي بالضبط ما كانش موجود فهي كانت كل حاجة وكانت كل حاجة بحاجات كويسة يعني كانت كل حاجة في محلها ساعة طبعا كانت شديدة شوية عليا او شويتين عليا بس ده جاب نتيجة اكيد طبعا فمسألة الارتباط او ان انا اكمل الحياة الطبيعية يعني انا سايبها على ربنا طب الحب بقا هو اهم حاجة عارفة انا ممكن امتى ارتبط لو انا اتحبيت بجد لو اتحبيتي لو هتقولي لي نرمين ما اتحبيتش الممكن اكون اتحبيت بس ما اتحبيتش بالحب بجد الحب رجل يراعي زوجته بجد وتلاقي جنبها الراجل اللي هي بتتمناه بحق وحقي كنت ممكن ارتبط اكتر من مرة وناس كانت كويسة بس عارفة لما يبقى عندك زي شفافية او رؤية ان الموضوع ده ممكن ما يكملش حتى لو انت هتحاولي تكمليه شايف حاجات تانية او ابعاد تانية هل التمثيل كان عائق؟ في الاول اه في الاول طبعا كان عائق لان جاني اكتر من حد كان كويس جدا بس كانت رغبتهم كراجل طبيعي ان لا انا مش هاي الست بتاعتي تشتغل انا شفتها ان ده طبيعي انه يخاف على زوجته بس هو مش مظبوط ان هو ما يديهاش حقه في المجتمع انها تنجح وتحقق موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى لان انت يا لنيس اعلامية نجحة جدا فانت موهوبة مش اي حد ممكن يقعد مكانك ويتكلم زيك نفس الحكاية الفنان مش اي حد مش ممكن يقدر يستمر او ينجح او يبقى محبوب لو هو فعلا عنده الموهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى وهي ملاش دعوة لا بميق بملة ولا بدين ولا باي حاجة هي موهبة فالحقيقة كنت بتدايق جدا لان الفن ده شيء جميل وشيء محترم فاي حد يقولك بلاش فن كنت بتدايق اوي سايته جدا اقول لا طبعا ما ينفعش يقولي كده في نفس الوقت جيني حد كان في السلك التبلوماسي وكان لازم اسافر وعمره ما فاتح بوقف حاجة بس هو بحكم مهنته طبعا كنت هسافر معي فما كانش هيبقى فيه فن هنا انا قابلت فهل ده معناها الناف شخصيتي يعني ايه قابلت انكتو ان انا اسافر وكنت فعلا هسافر وكنت هايش برا طبعا بعدين اللي اربع سنين لا ما تمتش الارتباط ما تمش عشان افضل موجودة للفن افضل موجودة في الفن فما تمش لكن هنا كان بمزاجي ان انا كنت اسافر وبقى زوجة وبعد عن الفن حبيتي كان فيه اعجاب طبعا وكان فيه اقتناع في الاول لكن مع المعاشرة ومع الحياة بتكتشفي حاجات تانية ممكن تقلقت جدا فما كان مناش المعطول قلتي انه لو اتحبيت بجد بس ما قلتيش لو حبيت بجد لو اتحبيت بجد اكيد هحب اه يعني فبالتالي الحب ورد فعل بالضبط هما الاتنين بحس انا نفسي احس بالحب بكات نفسي احس الاحساس الطبيعي اللي اي حد نفسه ينوعي عمرك محبيتي عمري ولو حبيت والله عمري وفعلا انا اكتشفت ده على كبر ممكن في ساعتها بتفتكري انك حبة لكن مش هو ده الحب فحتى لما كبرت وبعد افتكر اعمل فلاشباك للشريد بتاع حياتي اللي مر علي لا اولا انا سعيدة ان انا مارتبطش لان كنت حاسة ان ممكن يحصل مشكلة اه لكن انا كامرأة نفسي احس بالحب ونفسي احس ان الانسان اللي قدامي او الراجل اللي قدامي بيحبني بجد لاني لو هتحبيت بجد اكيد هبدلو نفس الاحساس الناس بتفرج علينا يقولك انا مش مصدق مش معقولة يا نرميل انت امرأة جميلة جدا الناس كلها بتحبك يعني ممثلة ممتازة امرأة جميلة ست يعني رقيقة جدا نعمة جدا كل حاجة مزبطة يا نرميل هم 24 ارات بصراحة يعني خايفة من الوحدة خايفة من الزمن احنا بنكبر طبعا انت يسا صغير بس احنا بنكبر على فكرة هي ملاش علاقة بالسنة خالص واكيد انا مش بنت مبارح بارتو بتقولي سنة؟ طبعا بقوله في كل حتة وكتباه على الفيسبوك يعني عادي انا ما عديش مشكلة 48 سنة فقالا ما عديش مشكلة خالص في الحدوتة دي امر 48 وامر يا جميع مش سيط ومتحذروا والله الموضوع مش صدقيني مش موضوع جمال هو 24 ارات لكن في النهاية زي ما انا قعدت فترة من غير شغل واقعت في بيتي بمزاجي علشان ما تنزلش عن الوضع اللي انا كنت فيه ونزلت واشتغلت والحمد لله اشتغلت مع مخرجين هايليين وفنانين بقولهم مرسي جدا على يعني كل حياتي طبعا ولكن العملين الاخارة فان شاء الله يعني عندي ثقة بإذن الله ان ربنا حيرديني بحد كويس يستهني واستهني فما بتقلقيش من فكرة بقى قطر الجواز واكيد مامتك الله يرحمها كاب بتقولك يا بنتي انا عايزة اشوف ولادك يا بنتي كذا لا انا مامي كانت بالعكس انا بقى عايزة اقولك ان انا مامي كانت قدم هيا نفسها تشوف ولاد وكلام من ده قدم هيا برضو كان عندها حتة المشكلة في الانفصال فكانت دايما تطلع لي يعني ايه ده خلي بالك كذا ده ممكن يبقى مش عارف ايه بتبقى خايف علي زيادة عن اللزوم عارف اخوف الام الزيادة ده فقدما هي كان نفسها برضو انها تشوف بنتها مرتبطة وليها حياة قدمة كانت بتخاف علي قوي وقدما هي كمان كانت حسنة كل حاجة بالنسبة لها قبل ما اخرج من الجزء ده ايه مين العريس الغريب اللي جالك اغرب عريس مش نازم اسمه طبعا بس اغرب حاجة جاتلك يعني وانتي كت كوميدية مثلا ولا اغرب عريس جالي لا والله انا ما عنديش حاجة معينة يعني او مش مش متذكرة حاجة معينة كانوا كتير او يا صلو عارف فعلا انا وانا يعني جاني ناس كتير طبعا وارساني كتير بس مش فاكرة حد ممكن يبقى اقول اه هوافق عليه ويبقى حد غريب الفلوس مهمة الفلوس مهمة لحتة معينة احنا بنشتغل عشان نطور نفسنا احنا نقدر نلبس نقدر ناكل نقدر اه نركب عربية كويسة ولو ان حتة العربية دي انا ممكن نقعد بال11-12 سنة ما بغيرهاش شعلا انا ما غيرتش عربيتي غير السنة دي الحمد لله بعد ما ربنا وفقني واشتغلت اه غيرتها بس السنة دي وعدت كم سنة وقالي 11 سنة 11 سنة 11 سنة انا عندي صبر شوية في الحتة دي وعلى فكرة بمناسبة الشغل مش عايزة اقطلع عنها كانت دايما امي تقولي كلمة اختاري العمل الكويس ما تبصيش على المادة فبالتأكيد انا لو بصيت على الفلوس كان زماني اتجاوزت ملياردرات اكيد انا متخيلة مين الجيلر مين الجيلر اه لا كنت هتجاوز ملياردرات لكن انا عايزة ابقى امرأة وافضل امرأة في البيت كزوجة طبعية الفلوس مهمة مقدرش اقولك ان انا عايزة اجاوز راجل مش في نفس مستوية وي 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 لكنه ممكن يكون اقل لكن عنده ميزات اخرى كتيرة جدا تخليني انا كامرأة موافقة وكعيلة موافقة عليه اهم ميزة مش ممكن تتنازلي عنها في الراجل ان لازم يبقى نفس الستاندر الثقافي والاسري يعني وما يكونش صليت لا هي اكتر حاجة طبعا في كازا حاجة ما قدرش اسمع تسمحيش بغلية العدم اطلاقا صليت اللسان او اجراسي فرود او كلام من دا لا طبعا لا اسمح بي ابدا ابدا يكون انسان حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة راجل عارفان ايه كلمة راجل يا لميس راجل يعني احس ان انا بجد ما سند على راكل غير كده ولا هفكر في الارتباط ومش عايزاه دا بجد ومش خايفة من الزمن ومش خايفة من الوحدة لان ممكن لو اخترت غلط هو دا اللي يتعبني او هو دا اللي يقزيني وهو دا اللي يكبر نرمين لو نرمين في السنها دلوقتي في السن دا وبنقول شكلها صغاية لا ممكن تعجز وممكن وممكن الحب طبعا الهم بيعجز وبيقزي في حاجات كتير والحب والرجل دا رزق زي حاجات كتير قوي حلوة رزق حب الناس زي الصحة الستر حاجات كتير قوي دي نعم كلها رزق فالرجل ايضا في الحياة رزق بس يكون راجل بمعنى الكلمة اشتركوا في القناة